كورس احتفالي أقيم اليوم في حزب الوفد بيت الأمة لتكريم أبطال الرياضة في مصر والعالم العربي عن عام 2018 طبعاً احنا النهاردة تم تكريم شخصيات عظيمة شخصيات كبيرة جداً محترمة جديرة بكل احترام في مصر وفي العالم العربي الأستاذ يعقوب السعدي كأفضل إعلام عربي الكابتن أحمد شوبير كأفضل إعلام مصري النادي الأهلي كأفضل نادي إفريقي ومصري عن عام 2018 الكابتن وليد سليمان نجم النادي الأهلي أحسن لاعب في مصر الكابتن وليد أזارو نجم النادي الأهلي أحسن لاعب محترف في مصر بالإضافة إلى كوكبة من الإعلاميين عدد كبير تم تكريمهم اليوم في بيت الأمة في حزب الوفد تم تكريم عدد لا بأس به اليوم ونتمنى إن شاء الله استمرار الاحتفالات داخل حزب الوفد